اشتركوا في القناة طيب الإنسان الآن يقع من هذه المعصية وكلنا صاحب ذنوب وكلنا ملطخون بهذه الذنوب وربما كذلك الواحد يعاني ممن من يذب لأن يكون عنده ذنب يأسره ويعيش منه الألم لكن ترى الخوف هو شو؟ الخوف فعلا هو أن يكون شعور حرقة الذنب يغيب ولا ترى الذنب والأوبة التقصير والرجوع هذا أمر حتمي على الإنسان وهو آذى من طبيعة النفس البشري والله يحب من عبده التوبة يحب من عبده الطهر والتوبة لكن الخوف أنه يكون يعيش مرحلة في عمره كان كل بعد ذنب يصيبه استشعار حرقة ذلك الذنب وألمه في قلبه لأنه انتهك حرمة من حرمات الله عز وجل لأنه قام بمقام لا يريد أن يظهر به عند ربه سبحانه وتعالى لكن سنوات وسنوات سنوات ثم أصبح يخف على ذلك الذنب ولا يشعر بهذا الألم هنا يعرف أنه قد يكون الأكبر خلل يمر عليه هو فقدان شعورة بمعرفة فقدان يعني معرفة الحق بالله سبحانه وتعالى وأنه الخلل أصبح خلل أعظم من خلل الذنب خلل عدم استشعارة بمراقبة الله يعني شعوره بعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه افتقد إلى هذه المعاني التي هي أساس استقامة حياته وهي معرفة الله سبحانه وتعالى لكن هذا شعور من السلبية في العلاقة بالله عز وجل لكن كذلك قد يكون شعور من السلبية يمر على الإنسان بذاته بعد الذنب يبدأ خلاص يصبح يشعر بنفسه أنه ما لي مناص من هذا الذنب ولا خلاص منه وذلك خلاص هو جزء من البلاء الذي ابتلاني الله عز وجل به وأسلم به لأن هذا الشعور سلبي وهو مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان لكن محتاج إلى أنه فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم وفي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب تنبيه إلى أهمية رعاية الإيمان وصيانته كرعاية الثوب بل أشد فإذا كان الثوب الذي يحرص كل على جدته ونظافته يخلق ويصيبه ما يصيبه من الأوساخ فيحتاج إلى غسل وتعاهد وعناية فإن مقام الإيمان أعظم وشأن الدين أكبر وأمره أجل وفي قوله ليخلق في جوف أحدكم تنبيه إلى أن القلب هو الركيزة والأساس الذي يبنى عليه العمل الظاهر وإيمان المرء في جوفه يخلق فقد يكون في بعض الأزمنة قويا ثم يصيبه ما يصيبه فيخلق ويضعف ولا سيما إذا توالت عليه الصوارف والفتن والصواد والملهيات ترجمة نانسي قنقر